السلام عليكم معكم مصطفى من قناة مستر بونتك والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهو ليه سعر البيتكوين بيزيد وليه سعر العملات الرقمية كلها في ارتفاع طبعا كلنا عرفنا الخبر المشهور جدا في الكام يوم اللي فات ودول بالضبط يعني من يومين ثلاثة بالضبط كان خبر مشهور جدا في السوشال ميديا ان البيتكوين وصل ل 8500 دولار البيتكوين وصل 8500 دولار يعني 8500 دولار في الواحد بيتكوين اللي كان اصلا الشهر اللي فات من اسبوعين كان ب7000 وبينزل 6000 وبعد كده يطلع تالي 7000 بقى 8500 ليه عايزين نعرف السبب انا جاي النهاردة بقى عشان اشرح لك الموضوع ده كله لكن القبل ده كله لازم تعرف حاجة معنا تعال نشوفها مع بعض باقولك بما اننا احنا ملاك البيتكوين بقى واحنا الناس اللي عاملين البيتكوين ما تيجي نعمل قانون قانون؟ قانون ايه؟ القانون هيكون كالادي كل منات كتير تشتري بيتكوين وكل ما نبيع اكتر نزود سعرها اكتر طب وده هيفيدهم بايه؟ اقولك انا هيستفيدوا بايه؟ ده هيستفيدوا بحاجات كتيرة جدا اول حاجة انك هيبتعمل الاستثمار من ولا شيء وبتزود سعرها الاستثمار هو انك مسلا هتدلو بيتكوينية الواحدة بمية دولار هو هيبيعها بمية وعشرين دولار ادي كده هو كسب عشرين دولار من غير اي حاجة وهيرجع يشتري تاني بمية وعشرين دولار وهيبعها بمية واربعين دولار وهدينا بناخد فلوس وهو بياخد فلوس والبيتكوين عندنا كتير عايزين نبيع ده حالو للفكرة دي ووفقا لهذا القانون ان سعر البيتكوين بيزيد او بيقل او سعر العملات الرقمية كلها بيزيد او بيقل على حسب استخدامنا احنا يعني احنا اللي بنتحكم في سعر البيتكوين اذا كان بيزيد ولا بيقل ده ازاي عن طريق ان احنا نشتري عملات بيتكوين مثلا حاجة حصلت في 2017 خلت سعر البيتكوين يوصل للرقم اللي احنا فيه حاليا وهو اليابان لما تكون دولة متقدمة زي اليابان تعمل حركة زي انها تحول معظم مصادر البيع والشراء في بلدها اللي هي اليابان يعني متحول اليابان كلها تتحول مصادر باعها والشراء وكل حاجة تتحول ليه البيتكوين طبعا في العملات التانية ولكن البيتكوين بقت عملة مدعومة في الحاجات دي فده طبعا يخلى الناس كتير او تشتري البيتكوين اليابان دي دولة دولة ضخمة يعني فان تخلى الناس دي كلها تشتري بيتكوين وتبدأ تصرف بيتكوين في اليابان فده طبعا يرفع سعر البيتكوين للضعف وده حصل في 2017 السنة دي وده طبعا سبب كبير جدا من سبب ارتفاع ومضعفة سعر البيتكوين السنة دي في 2017 من اكتر السنين اللي تم مضعفة فيها البيتكوين في 2017 في اول السنة كانت البيتكوين لا يتعدل ل4000 دولار ويمكن اقل كمان انا مش فاكر بالضبط بصراحة ولكن كان لا يتعدل ل4000 دولار دلوقتي وصل ل8000 دولار ونص واحنا لسه موصلماش لاخر شهر في السنة اخر شهر في السنة المعروف في انه بقى تقلبات كبيرة ياما البيتكوين ممكن يوصل ل10000 دولار ياما البيتكوين ممكن يقل ولكن طبعا انا معها ان هو هيعلى ومتأكد ان هيعلى يبقى انا كده عرفنا السبب الوحيد في رفع سعر البيتكوين هو استخدامنا احنا طول ما احنا بنشتري بيتكوين طول ما احنا بنشتغل في البيتكوين طول ما هي زعرها بيزيد لان هو ده القانون بتاع البيتكوين او قانون العملات الرقمية طب في سبب تاني برضو او حاجة تانية هي اللي خلت سعر البيتكوين يزيد في الفترة الاخيرة انا بتتكلم بالتحديد على البيتكوين لان هي العملة الاشهر ففي السنوات الاخيرة برضو كان جي مجموعة كبيرة من المستثمرين بدأوا يوقفوا كل استثمراتهم العادية وبدأوا يستثمروا في عملات الرقمية بقوا بيشتروا كميات عملات رقمية بشكل كبير جدا ويبيعوها وده بيخلي سعر العملة الرقمية يعلى بشكل مفرد جدا بانه يعلى 1000% و2000% و5000% تمام فالموضوع بقى خطير جدا انا جدعان يعني سمسرة العملات اسمهم سمسرة العملات هم دول ناس بيشتروا عملات بيقوموا مثلا مشترين 1000 بيتكوين او 2000% ويبدأوا لحد ما سعرها بيعود يعليها على يعليها المهم بيشتروا اكتر سعرها بتاعلى اكتر بعد كده يبدأوا يبيعوها للناس الموضوع بقى يشغل كده الموضوع بقى خطير يعني في اقول في الاخر برضو سعر البيتكوين متوقف علينا احنا احنا اللي بنزود واحنا اللي بنقلل طيب فيت الوقت سؤال هيجي في معنا كلنا وجيفت ناري وانا بكتب الاسكريبت هل لما البيتكوين سعروا يعلي ايه اللي بيعلى معاه نفهمها كده لما سعروا الدولار بيعلى مثلا يبقى واحد دولار بيعشرين جنيه مصري اسعار السلع في مصر بتاعلى طيب ايه اللي بيعلى مع البيتكوين يعني البيتكوين الوقت يبقى بعشر تلات دولار ايه اللي بيعلى عايز تغير في حاجات دي اعمل لايك الفيديو عشان ان شاء الله لو لقيت في دعم على الفيديو ده فاخيد هعمل الحلقة دي وعشان دفعوا اكتر عن عملة البيتكوين وعن العملة المسيطرة على العالم في الوقت الحالي اتمنىكم الفيديو ده عجبكو واريت لعجب الفيديو مرة تانية تعمل لايك اللي لايك ده بيسعج جدا عاية تستعب بشكل اكبر تعمل شير الفيديو ده في اي مكان اي مكان ماه مكان تعمل شير وخلاص وحكون مبسوط جدا بالموضوع ده شكو عشان تشوفت الفيديو واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اه مستيش تعمل ستكراع في القناة عشان نوصل ل 9000 واشتراك ماشي سلام